عرق النسا هو ألم شائع ومنتشر جدا علشان كده عملت فيديو خاص به هنتكلم فيه عن ايه هو أصلا عرق النسا والأعراض والأسباب والتشخيص والعلاج فيلا بينا نبدأ الأول يعنيه عرق النسا أو ما يسمى سياتيكا عرق النسا هو نوع شائع من الألم بيأثر على العصب الوركي اللي هو سياتيك نيرف وده عصب كبير بيمتد من أسفل الظهر إلى الصاق والعلامات اللي بتنبهنا العرق النسا هو الألم اللي بيكون موجود في أسفل الظهر وبيكون في ناحية واحدة فقط وأحيانا بينتقل إلى القدم وبيحصل الألم ده بسبب إصابة وممكن يكون بسبب تقدم في العمر أشهر لأعراض المصاحبة العرق النسا هي طبعا الألم أسفل الظهر والألم في المؤخرة أو الصاق وبيزداد أثناء الجلوس والألم في مفصل الورك وممكن الوغز أو تنميل أو ضعف أو صعوبة في تحريك القدم والألم المستمر في جانب واحد فقط من الجزء السفلي للجسم عرق النسا سببه هو تهييج جزور الأعصاب في المنطقة القطانية العجزية والسبب الشائع لعرق النسا هو الانزلاك الغضروفي المعروف باسم هرنيات الدسك والغضروف هو عبارة عن طبقة عاملة زي المخدة كده موجودة بين الفقرات لما الفقرات بتضغط على الغضروف بيبدأ يتمدد الخارج ويحصل له هرنيشن فبيضغط على جذور الأعصاب أو بيحصل لها انحلال وتأكل وساعتها بنقول عليها degenerative disc disease وبرضو من ضمن أسباب عرق النسا هو دي القناة الشوكية الموجودة داخل العمود الفقري واللي بتكون محاطة بالنخيع الشوكي اللي بيمتد منه جذور الأعصاب فأي دي داخل القناة دي بيسبب الألم والأعراض اللي لسه إلينا وأيضا من ضمن الأسباب هو انزلاك الفقرات ودي حالة ان الفقرة اتحركت للأمام أو الخلف فبتسبب عرق النسا أيضا الحمل بيسبب عرق النسا وتشمج العضلات في منطية أسفل الظهر بيسبب عرق النسا طيب ايه يا العوامل اللي بتخلينا أكثر عرضة للإصابة بعرق النسا أول عامل هو التقدم في العمر والشيخوخة والزيادة الوزن أيضا بتخلينا أكثر عرضة لعرق النسا ومرض السكري وعدم ممارسة الرياضة وارتداء الكعب العالي والنوم على مرتبة شديدة الصلابة أو شديدة النعومة والتدخين والجلوس أو القيادة لفترات طويلة وأخيرا رفع حاجات تقيلة أول حاجة ممكن يسأل عنها الطبيب أثناء التشخيص هي الأعراض زي الألم أسفل الظهر والتنميل أحد الأطراف وعدم الراحة في وضع معين وبرضه هيسألك عن أسلوب أو نمط حياتك للوصول إلى العوامل المؤدية إلى عرق النسا وبرضه بيتم تشخيص عرق النسا بوسطة الأشعة العادية اللي هي الإكسري والأشعة المقطعية اللي هي الستي والرانين المغنطيسي اللي هو MRI وأيضا الإيمي جي اللي هو إلكتروميوجرافي وده عبارة عن تخطيط كهربي للعضل وبيقيس مدى سرعة انتقال الإشارات العصبية خلال العضلات طيب بالنسبة للعلاج طبعا رقم واحد الطبيب بيحدد العلاج بناء على تقييمه للحالة ولكن معظم الحالات المصابة بعرق النسا بتتحسن بعد الأنشطة والرعاية الزاتية والعلاجات المنزلية زي استخدام الكمدات البردة أو السخمة ولو ما فيش تحسن فبيقترح عليك الطبيب خيارات أخرى زي الأدوية والمسكنات أو العلاج الطبيعي والأنشطة البدنية أو التدخل الجراحي كل دي وسائل بيحددها الطبيب طبقا للحالة اللي قدامه اشتركوا في القناة